السلام عليكم ورحمة الله وعن ثقافتكم وعن أخلاقكم هذه التي تظهر أجلا ما تظهر في شعاراتكم وأنتم تقولون الموت ولا المذلة تعبرون بهذا الشعار عن ميتة الأبطال كما تموت الأشجار تموت وقفة تطلبون هذه الحياة وتبذلون في سبيلها أغلى ما تملكون تؤثرون أن تموتوا على أن تذلوا هذه الشعارات التي ترفعونها تحمل أبلغ الرد لكل من يريد أن ينال من هذه الثورة التي هي ثورة بكل ما تعنيه هذه الكلمة وأنتم تقولون ولازلت أذكر أيام كنا في درعة أيام كان إخوتنا في حماة وفي دير الزور وفي دمشق يقولون بالدم بالروح نفديك يا درعة لازلت أذكر كم كانت تفعل فينا هذه الشعارات فعلها العظيم تسري إلى أرواحنا فتستنهض هممنا وتشعرون أن إخوتنا يعيشون جراحنا ويحملون آلامنا واليوم كل سورية كل سورية تقول بالدم بالروح نفديك يا حماة نقول هذا الكلام ونرسله إليكم ونحن نعيش مع إخوتنا في حماة حماة الليث الجريح الذي جرح أولاً ويجرح اليوم ثانية ولكنه يأبى إلا أن يكون صفاً مع إخوته في دمشق وفي دير الزور وفي درعة هذه الشعارات أيها الإخوة التي يطرحها أبناء سورية لخير دليل وخير رد على كل من يريد أن يقدح في هذه الثورة هذه العناوين التي تحملها أيام الجمعة في جمعتنا الماضية كان شعار الجمعة صمتكم يقتلون أهل سورية يقولون للعرب لجامعة الدول العربية للمنظمات الإنسانية للبشرية كلها لماذا تسكتون ولماذا أنتم صامتون ثم هم اليوم يقولون في جمعتهم هذه الله معنا ومن كان الله معه فمن عليه من كان الله معه فما يضره من كان يقف ضده الله معنا اليوم في حماة والله معنا اليوم في حلب وفي دمشق الله معنا في كل مدن سورية من كان الله معه لا بد أن عزيمته على أسدها ولا بد أن همته تطاول على السماء هذه الشعارات اليوم التي نعليها أيها الإخوة في كل أرجاء سورية يكتبها التأريخ وتسجلها الحضارة لأن أهل سورية اليوم يدخلون التأريخ من جديد يدخلونه وهم يقفون وقفة الرجال يدخلون التأريخ وهم يكتبون تأريخهم بدمائهم بأرواحهم يعبرون للدنيا عن وحدة بلدهم وهم يقولون واحد 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 الشعب السوري واحد وهم يقولون يا حمص نحن معك حتى الموت يا حماة نحن معك حتى الموت يا درع نحن معك حتى الموت لذلك فهذا نداء من كل أبناء سورية في الداخل وفي الخارج أن يعني هذه الشعارات وهذه الصيحات ليردوا بها على كل من يريد أن يقدح في حضارة وسلمية ورقي ثورتنا وإلى لقاء أيها الإخوة في سوريا في شعاراتنا العظيمة حرية بلدنا والحمد لله رب العالمين شكرا